موسيقى اكيد ما فيش حد بيقضي 24 ساعة مذاكرة فلازم تجمع بابين ان انت تذاكر وان انت تريع برضو بس برضو ما تبقاش ما تطعمك شوي في حكاية ان انت تريع وما تخشش في حتة السوشيال ميديا بالذات في وقت الامتحنات وكده عشان بتبقى فيه حاجات كتير بتشتت وخاصة في الوقت اللي احنا كنا فيه اللي فات ده كان فيه ناس بتقول ان امتحنات هتتأجل وامتحنات مش هتتأجل وكده فده بيشتت الواحد المواد عندنا في المعد يعني هما في حدود 17 مادة مواد شبه الادب العادي واسحنا عندنا زيادة اقتصاد والمناهج يعتبر سهلا ما فيهاش اي حاجة مش محتاجة اللي هي شرح زيادة عن نزوم يعني هي مفهومة من نفسك هدا فيه اكون دعاية اسلامية ان شاء الله برا عشان كده انا وانت اخش قسم لغات وترجمة قسم دراسات اسلامية عشان ان انت بتدي الناس لربنا دي مفيش حاجة احسن من كده ان انت تهديهم وبالذات منهج الاصهر منهج معتدل ومتوسط والناس بترحب بيه كلها هو في الاصل الاصهر بيدرس اللي هو المنهج الوسطي اللي هو المعتدل اللي هو اسان جيبهم الاسلام بس هو بيوصلوا للناس بطريقة على قد التفكير بتاحهم بحس يوصلهم ويبقوا مستوعبين الجماعات الارهابية بتاخد الافكار دي وبتزيد عليها من عندها وبتفسرها على حسب هواها فده كل في الموضوع وهو برضو على حسب فكر الشخص اللي قدامك فهو لو متعلم هيعرف إذا كان الأفكار دي خطأ ولا لا هو طبعا لازم كل إنسان عشان ربنا يوفقه في حياته ان هو لازم يصلي ويحفظ القرآن عشان دول أهم حاجة عشان ربنا يوفقه في حياته وغير كده كمان لازم يكون حاطط هدف قدامه من أول السنة ان هو ناوي يطلع من الأوال او ناوي يتفوق طبعا وفضله كله يرجع بعد ربنا للمام الأكبر الشيخ حمد الطيب ان هو كليجهو كبيرة ان هو رعل الظروف البلد فيها ولغى الشافوي وعندنا في المعد مثلا في المعد المهم اسلامي اللي احنا فيه اول ما موضوع الكورونا ده ظهر رجع كل واحد بيته والمعد بتاعه حفظا على السلامة طلاوه قلمة وعندنا في حياته اشتركا